اشتركوا في القناة ابي اليسر مين؟ ابي اليسر ابني انا حر انا دي بالاسم اللي عجبني طيب تشكري بس انا عايز اخدوا البيت معايا يشوف اخواته واخواته يشوفوه لا يا فرق لا ليه؟ علشان ما امنش ابني معاه اه ممكن طبعا يكونوا بيكرهوا انت ناس ان هو الولد ولا ايه؟ فرق ما تتعبنيش انا حامل وتعبانة عايز ايه؟ لا مش هجيبه يا فرق اه ممكن يسموه ممكن يأكلوه حاجه غلط استريحت؟ انت بتقولي ايه؟ في واحدة منهم تستجري تعمل كده؟ ان انا كنت امسحهم من على وش الدنيا ده ابني عارفي عن ايه ابني؟ طيب يا ستي تشكري بس بقولك ايه؟ الجدع اللي عندك ده بقى اللي ما هيجيب لابني مش حقدر ادخله بيتي ده غريب مقدرش ادخله مع بناتي وحريمي اذا كان ييجي سلمهولي ويرجع ياخده بعد شوية اهلا وسهلا قلت ايه؟ جوزك ده ايه؟ يا بنت الحلال فهمي جوازك منه ضد الشرع والدين يعني جواز باطل وبعدين ياما مش هالف اعمل ايه؟ يا بنت ده ابوه هنخاف عليه زيك واكتر ايه بس اعمل ايه ده حتى مش عايز فريدي يروح معاه قلاص روح انت اروح انا؟ اروح للعربتين دول دول يسموني قبل ابني انا مستعدة اروح بس مين يقعد مع مروان؟ حتى ارغدوا معي بقى المكتب بسم الله يا باشا الله تخرب بيتك وتسخيني معلشي معلشي الله تقمر قوي سلم على اخوتك يا حبيبي اسمك ايه؟ اسمه ماجد ياخد لا بعد اذنك يا ست الكل اسمه ابو اليسر ابو اليسر فرج ابو اليسر ياه بطلخبتش الواب ليش تقبريني شبه معجين؟ بشع الاسم هذا اسم اخي الله يرحمه ملاش السيعة دي هنا دلوقتي دي يعني يا حج انت لو كنت قلت الزهرة انك عايز تسميه ابو اليسر كانت هتقولك لا والله يا ست المخليل قلتلها بس ما رضيتش وانت عارفة بقى اللي حصل بعد كده اه على حصل بعد كده والله يا حاج دي كانت بتحبك حب بس ما عارفش ايه 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 ده زي ما يكون حد عمل لكم عمل مظبوط والله يا حبيباتي احنا فعلا اتعمل لنا عمل يلا يا بنات خد اخوكو العبو بقى وروا لها داي اللي انتوا جبتوها يلا يا حبيبي بسم الله يا ماشاء الله بسم الله يا ماشاء الله على مهلك يا اختي على مهلك الله اكبر ماشاء الله سمحتي سمحتي بيقولها ايه بيقولها يا حمادي المرة الجاية راح تلاقي زهرة هي اللي جاي ويجاي بالولد معها ايه بتتوادودوا مع بعض تقولوا ايه لا افضل يا حاج لا اصل حليمة محتارة مش عارفة تأكل الست المخاليل ايه وانتوا لسه ما طبختوش امالا عادين بتعملوا ايه قوموا قوموا شاهلوا الريادة ابدا يا حاج ابدا والنبي ماكل انا ابدا انا وراي حاجات كتير قوي في البيت لازم اعملها وده معقول برضو يا حماتي تخرج من هنا من غير ما تتقدم عنا امالا شايف يا حماتي شايف البنات فرحانين باخوهم ازاي ايوا ياما ماجد عامل ايه مبسوط طب بسهولي والنبي ايه يا فهيمة وحليمة جانبك ايوا ياما ايوا يتأكلوا اي حاجة من عندهم ايه تحاججينهم باي حاجة لا ياختي انا معملش على الوقت ايكل حاجة عندهم امن في البيت اوه يا بنتي انا بس كنت هعمل ايه الحاجي نفسه عمال لحى علي كتير قوي قوي وده اول مرة خش فيها البيت بعد اللي حاصل ما تخفيش انا حاكلهم الاكل اللي الحاجي نفسه هياكل منه اتطميني خالص طب تعالي بقى تعالي شوفي اخواتهم بيلعبوه ازاي وعملين ايه معاهم الحاجي نفسه بيلحب معايا زي ما يكون عايل صغير اه خلاص سيبيه والطميني عليه معايا خليك انت بس في شغلك فكريش في حاجة تاني ابدا انا مش فهم ايه فرج اللي انت خايف منه ده وعمله الف حساب انت ابني بتشتغل مع زهرة عارف يعني ايه زهرة يا ست عارف بس بعد الدربة اللي ضربها لنا ده يا زهرة لازم نعمله الف حساب انت نسيته ومخسرنا كامل حد دلوقتي اوه قلتانك هنعوض الاخسارة داك وكمان حنكسب في البضاعة بتاعته وبين عارف فيها هنكسب ولا مش هنكسب انت عايزنا ميقيد الوقت يا فاوز انا بقول يعني بعد ما نخلص من بيع اليميش اللي معانا دي نشوف حاجة تاني نشتغل فيها بعيد عنه قال يعني هو كان بيشتغل أصلا في الكارت اليميش يابني هو عامل كده عشان يحلق دمه ويخسرني بس الحمد لله عرفت إزاي يقف قصاده طب إيه رأيك إن احنا نتفاهم معاه ونهدي كده الموقف ونخليه بقى يبعد عننا بشر نتفاهم معاه تجرالك يا فاوزي الحاج فرج ده أنا حسويه على الجنبين هخليكي لحد عندي يقولي أنا سلمت ومش حاجة نحيطك تاني أبدا يا حاجة صورة منتصلك عبيد مش عارف الدربة اللي جايله مني شكلها عامل إزاي فيه حد عند الحاجة جوا حاجاج أيوة معاه عميل استغفالله العظيم إيه مالك يا سيد منتصر ما تيجي تقعد تستريع طيب قولي هيقعدوا كتير مفتكرش هيطولوا الحاجة عنده معاد بعد ونص ساعة بره ولازم ينزل بعد عشر دقاي على الله على الله ان شاء الله استغفالله العظيم استغفالله العظيم استغفالله العظيم استغفالله العظيم استغفالله العظيم متشكيني حاجاج إيه المنتصر بيه مش عارف يا سيد حتستلم البضعة قريب إن شاء الله مع الف سلام الف سلام يا مرحبين مش تستنى ما تجيله خبر نعم أنا أسك مالك يا سلام عليك وحك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إيه الأخبار يا منتصر أنا شايف الست هانم يعني عظمها نشف قوي ولا كإن عملنا فيها حاجة ولحتى التجار اللي كنا بنتعامل معاهم رجعوا لهم سيبنا من الموضوع ده حاجة وتعاني تكلم في موضوع أهم موضوع إيه فيه إيه؟ كارثة كارثة كبيرة أو حاجة كارثة؟ كارثة إيه كفال الشر؟ التعرب الضريبية بعت لنا بعت لنا؟ وبعت لنا ليه؟ إحنا ناس والحمد لله دفاترنا سليمة وبنقدم الإقرارات في معادها وبندفع اللي علينا على داير مليم لا يا حاجة بيقولوا إن في مبالغ كبيرة دخلت وإحنا ما ذكرناهاش مبالغ إيه دي بقى؟ أرباح خمس سنين فاتوا حاجة بيطلبونا إن إحنا نسدد مية وعشرين مليون جنيه وإلا حيبلاغوا عننا نيابة التهرب الضريبية لا بقى إحنا لحزين يخربوا بيتي الله مش كفاية العشرين مليون لأنني خسرتهم في تجارة اليميش أيوة يا حاجة بس العشرين مليون جنيه ديول إنت خسرتهم بمزاجك إنت معاها ولا معاهم يا وقت؟ أنا معاك يا حاج المهم دلوقتي حنعمل إيه في المصيبة دي؟ دا ملعوب وملعوب كبير قوي ومن فين يأخذ الناس بتوعك إن إحنا بنتفعلهم عشان يسلكوني؟ يا حاجمة الناس دي وظيفتها إنها هتسهل لنا شو لنا إنما الدرايب دي حاجة تانية خالص الدرايب دي فلوس الدولة خلاص يا حبيبي إذا كان الموضوع كده يقسونا في الدرايب مش إحنا يبقلينا الخسارة وهم ياخدوا المكسب ما أنا قلت لك يا حاجة قلت لك بلاش تخش في حرب مع مادام زهرة دي ستة مش سهلة إيش جابتو أخلم ليك مالها زهرة ومالحكات الدرايب دي الصراحة حاجة أنا أشاكك إن إليها دخل في الموضوع ده وإيه اللي خلاك تشك يا فالح؟ موعدة من مواغزها آخر مرة قد تانية عندها حمزة وبي لما احتهو هي خارجة من عندها أنت متأكد من الكلام ده؟ بقول لي ساعدتك أنا شايفها بعناها دول آه بقى يبقى هي اللي وراء الملعوب ده؟ بس الصراحة أنا مش بالهم يا حاجة إنت برضو اللي ابتديت الحرب وبعدين المثل بيقول اللي يعكس اللي تتخربشه وإنت مش بس عكستها يا حاجة متأخذنيش يعني إيدا إنت بهدلتها في السوق خليتها قاعدة مبتشتغلش وحط إيدها على خداق بقى هو الموضوع كده؟ طيب لو أنت ما كان يا حاجة كنت حتوقف ساكت؟ مش أنت اللي عملتلي فيها مستطور يا فالح وقلت لي عمل كده هو أنا أعمل يا حاجة بس مش أنت اللي كنت عايزة تجيلك على ما لوشها خلاص اتصرف شوف الموضوع ده يخلص زي أنا عندي كم مليون عشان أربع مية وعشرين مليون أو أنت أمر لله يا حاجة أتصرف لك أنا في الموضوع ده أنا مش خايفة غير من الولاية العقربة دي قل إيه يا أختي؟ ما عمل لهم عامل هو أنا كمان قلبي يناقزني بتعرفي إذا زهرة دخلت على البيت يمكن ما تطلع منه تاني مرة نحنا لازم نتصرف أيوة لازم لازم نتصرف وتلاقيهم عملين حكاية الود دي زي مصمار جوحة يفضلوا يتمسكنوا لما يتمكنوا ده خليل؟ شو هذا العمل اللي أنت حكاتي عليه؟ شو هو بيكون؟ هيكون إيه يا أختي؟ سحر سحر عشان يفرق بين الناس ويقرب بينهم قلت قبري قلبي؟ أنت بتعرفي تساوي؟ أساوي إيه يا أولي يا محبولة أنت حد قالك علي أن أنا كودة الظهر ولا بتاعت أعمال؟ لا أنا مو قصة بأنه أنت تساوي أنت بتعرفي حدا يساوي لنا؟ سيبك بتكلام الفارغ ده؟ إحنا عايزين نشوف حاجة تخلي زهرة ما تفكرش في الحجة أبداً شغلة؟ شغلة متل شو؟ ياريت ياريت موضوع أخوكي ماجد ده يكون حقيقي لك أنتوا ليش مو رابدانيس صدقوني بأنه أنا شفت أخي ماجد؟ طيب شو رأييك؟ بأنه أنا تذكرت المرأة اللي كانت معه مين؟ المرأة اللي إجت تغدت معنا هون قصدك مين؟ المرأة اللي قال الحجي أنه فيه شغل بينه وبينه ومارضي قاعدنا معه أيوة أيوة فكريا وزي ما تكون شفتها قبل كده بس مش فكرة شفتها فين؟ بس انتش متأكدة أن هي دي اللي كانت مع أخوكي ماجد؟ مثل ما أنا متأدة بأنه أنت اسمك فهيمة؟ طب ليه ما قلتش للحد؟ ليش الحجي يوارد جاي يصدقني بأنه أنا شفت أخي؟ أيوة بس دلوقتي لازم الحجي يعرف أن الستة دي هي اللي كانت مع ماجد أخوكي هيك قلتك؟ أنت هتخرفي تاني يا حليمة أنا إظهر من بكرة هاخدك على الصرايا الصفرة شو هي الصرايا الصفرة يا حجي؟ مستشفى المجانين يا حبيبتي قولي على أنت؟ بدك توديني على مستشفى المجانين؟ ليش أنت ما عم تصدق الحكي دي أنا عمقوله يا حجي؟ الله يعني الست اللي كانت مع عفريت أخوكي تبقى نوال؟ أنا ما بعرف شو اسمها بس بعرف شكلها وبالقطة بين مليون وحدين يا مسبت العقل والدين يا رب على كده بقى نوال غوي عفريت لك شو عفريت يا حجي؟ هذا أخي ماجد أنا بدي أعرف وين نوال وروح إسأله عن أخي لا حوله ولا قوت إلا بالله بقولك إيه؟ اوعي تقولي كلام ده تاني أحسن البيت تفتكرك مجنونة الله يخليك يا حجي بدي أعرف وين نوال واسأله عن أخي يا ولية فهمي أخوك مات وشبع موت واندفن وانت حضرت دفنته وعيضت عليه كده ولا لأ؟ أنا شكرا بدي يكذب عيوني يا حجي أخي ببيت عقلك يعني أخوك نسى عايش إيه يا حجي؟ الساعته عايش؟ ماشي سيبيلي بقى الموضوع ده شو بدك تساوي؟ بعدين تعرفي أنا حاجبلك قرارة ما أقولي؟ ما أقولي اللي أنت بتقوله ده حاج؟ عارف لو كانت قالتلي إن هي اللي شافيته لوحدها وكنت تصدق ده لكن لما عرفت إن نوال هي اللي كانت معاه بينه بينك بقى الفرد لقف في عبي أنا كنت تصدق لو كانت شافيته مع زهرة أه أقاسف قصدي الحاجة زهرة كنت هقول إنها عارفة إنه عايش ونخباها الموضوع الله طب والهلف اللي معاها ده ملوش أي اعتبر الصراحة حاج بقى أنا الموضوع ده كله مش داخل دماغي بقولك إيه إيه إحنا حنحير نفسنا ليه؟ ما نقطع العرق ونسيح دمه طب إنت ناوي تعملها حاج؟ نوال هيواء الله ينور عليك حاج هي يا نوال ساعتك تكلمها وتسألها مش بقولك إنت غشيم ما إنت لو كلمتها وسألتها ممكن تنكر ده لو كان الموضوع حقيقي إنت ناس النماجد ده يبقى جول صاحبتها حقا حاج؟ ده لو ظهر وطلع إنه حقيقي يبقى صاحبك روح في الكزوزة أصدك النوال الماش مهندس لأنها ساعتها حجيب وحشمت في شماتة البعرض عليه خمسة مليون جنيه عشان يخلع يوم يعمل فيها أبو علي وساعتك على الموضوع ناوي تعمل إيه مع نوال؟ أنا عايز تركز على نوال عايزك تراقب كل تحركاتها وتشوف قدام بيتها مين اللي داخل ومين اللي خالق أشوف أنا بنفسي حاج؟ لا أنت بنفسك إيه؟ ما هي نوال عرفك كويس شوف حد من رجالتنا هيو حاجي بس إحنا ما فيش حد من رجالتنا يعرف ولا عمر شاف عباس السواد يعرف ماجد كويس يا ما وصلوا بالعربية شو حاجي أنا الموضوع ده لغاية دلوقتي مش قادر يسدقوا طب إنت بنفسك واحد عمرك سمعت عن واحد ماجد أمن تربطه؟ احنا حنلم كل بضاعة الحج فرج اللي في السوق هنعمل إيه؟ الرئيسة شايفة أن ما فيش طريقة لإدرب بيها الحج فرج غير كده وحنصرفها إنت دي مش حنلحق مع بضاعتنا رمضان حيخلص والطلب عليها حيقلي والغريبة أن الحج فرج عرف العملة بتوعنا واحد واحد تلاقي أي حد قال؟ حد مين يعني؟ ايه مترديش ليه؟ رقم غريب المهم خلينا فلحنا فيكو نجنقول إيه؟ اه تفتكري مين اللي قاله أنا وعي مش راضي يا ترد لازم قاعدة مع زهرة بعتلاها مسج يا حج وحديتلاها معين تقابلك فيه خل يا قوي أنت أعمل الحكاية دي أنا ما بفهمش في المواضيع دي عشان تتعلم التكنولوجيا بقى حاج اه التكنولوجيا الصح هنا هو فيه تكنولوجيا تقدر تفكر وتخطط وترسم زي الدماغ دي اللي خلقها ربنا أهلا أهلا يا ست نواد ازايك يا حجيك؟ الحج جوه؟ ومستنيك ما في حج معك؟ لوحده أول ما تدخلي هولع اللمب الحم أقول مبروك مبروك على أي حج؟ على الجواز جواز؟ جواز مين؟ جوازك أنت يا عروسة أنا؟ مش برضو كنتوا تقول لنا عشان نقوم بالواجب أنا، أنا متجوزش حاجة فارق وبعدين بقى يا نوال طيب عودي، عودي استريح إحنا مش خلاص يا نوال بقين أصحاب ومش لازم نخبي حاجة عن بعض لكن أنا لغاية دلوقتي مش مصدق إزاي تتجوزي واحد؟ الناس كلها عارفة أنه مات تقصد مين يا حج؟ ما في غيره كابتن ماجد انت مين اللي قالك؟ عيب عيب قوي تسألي فرج أبو اليسر السؤال ده أبوس إيدك يا حج، أنا مش عايزة أي حد يعرف الموضوع ده أنا كمان زيك بالظبط يهمني ما حدش يعرف الموضوع ده غير أنا وأنت وبس لا، هو فيه واحد تاني عارف مين؟ البشمهندس فريد الله البشمهندس فريد؟ ده على كده بقى الحكاية كبرت قوي لا ما كبرتش ولا حاجة ده هو أمو عيدني إنه هو يشوف لي شغله برا أنا وماجد نعم يا أخو يا حكاية ماجد ده ما يسألش على مراته، ما يسألش على ابنه ما ليه بقى الحب الشديد قوي اللي كان بينه ابن زهرة ده ماجد فقد الزاكرة يا حج ومش فاكر أي حاجة وأنا بقى كده عرفت الموضوع من ساسه لرأسه إنه معنى مش معنى ماجد ده اللي انت تجاوزت ليه بحبه يا حج، بحبه وزهرة خدته مني والحمد لله هو ربنا رجعهولي على أمو الطماني، سرك في بير وتعرفي عندك حق برضه إنك تاخدي جوزك وتبقدي ولو عاوزة تخييه وتسافره برا أنا سداد لا يا حج، صفر برا ده محتاج ترتيب أنا عايزة هنا في مصر، يعني بورس عيد، شرم الشيخ، اسكندرية بس كده دي بسيطة قوي، من عناية لتنين بس انت عارف بقى حج فرج الصفر ده محتاج مصاريف وسكن، واللازي منه يعني ولا يهمك، أنا رقب لي سدادة، أنا حوضب لكو كل حاجة بس أنا بقى اللي يهمني يا نوال إن فريد بالذات ما يعرفش حاجة عن الموضوع ده أصلي لسه في بيني وبينه لعب وأنا عايزة ألعب معاها الرائق شو ساويت مع نوال؟ نوال مين؟ هاي اللي شفتها مع أخي ماجد آه صحيح وأنا مقلتلكيش لا تقبر قلبي والله ما قلتلي شيء الموضوع كله تلعب في شنك شو يعني في شنك؟ يعني الموضوع تلعب مروس رأس ولا رجلين حجي، انت رحت وشفت بعيونها؟ طبعا، أنا أنا هعرف إن أخوك ماجد طلع من تربته حسكت أنا طبيت عليها على طول وأنت مش قلتلي إلي نوال كانت معاه؟ أنا ما بعرف شو اسمها بس بعرف شكلها هاي اللي إيجي تتغدت معك هون حجي أيوة عارفة أنا طبيت على نوال من غير إحم ولا دستور عارفة لقيتها إيه؟ شو لقيتها؟ لقيتها متجوزة راجل محاسب في شركة كربائية راجل ابن حلال قوي وزوق عرفتني عليه هو صحيح شبه أخوك ماجد حقيقي حقيقي بقى يخلق من الشبه أربعين يعني أنا اللي شفته بيشبه أخي ماجد؟ انت يا ولية بتفهمي منين؟ بقولك يخلق من الشبه أربعين هو أخوك كان بيشتغل إيه؟ طيار كويس، يعني كان بيشتغل فوق ده بقى بيشتغل تحت على الأرض عارفة؟ عارفة لو الموضوع ده جبتي سيرته تاني الصراع الصفرة مستنياكي ماذا معك يا حيشي؟ ماذا معك يا حيشي؟ ماذا معك يا حيشي؟ لك حبيبتي شتوهم معني كم صدقتيك؟ هو اللي قال إنه راح وشافهم الله، المال اللي انت شفتيهم دول يبقوا مية يمكن تشبه نوال يوه؟ انت مش قلتي إنك تقدر تطلعيها من وسط مليون؟ بلى بس إليلي طيب شو بدي ساوي؟ انت كلمي زهرة واحكي لها على كل اللي شفتيه لك حبيبتي نوال طلعت متجوزة واحد محاسم يوه؟ احنا ما همناش نوال احنا اللي همنا ماجد طيب إذا أنا قلتلي لها زهرة شو بدي يستفيد؟ إذا نحنا عم نعرف وين طريقه؟ هي هي هتدور علي بمعرفتها وهتعرف تجيبه من تحت الأرض والله أنا خايفة بإنه الحج يدرى يوديني على العصفورية إيه العصفورية دي؟ بلدكو يخرب بيتك شو بلدنا؟ هاي مستشفى المجانين؟ والله والله انت لا هتوديني هناك لا مش هدفع ولا مليم زيادة أنا الضرائب اللي علي دفعتها يا حق احنا مش عايزين نعمل مشاكل؟ أنا بقى بتاع مشاكل وحفضحهم الله ومفاكين لنفسهم إيه؟ هي البلد دي مفيهاش مسؤولين أنا بقى هروح أقابل المسؤولين وأقول لهم على كل اللي بيحصل لا يا حق انت كده بقى عايز تزاود العدوة اللي بينكوا منهم أنا من ناحيتي مفيه شغل الحق والمستحق أكثر من كده ما عنديش طب إيه رأى كحق؟ إحنا نقعد مع بتوع الضرائب ونحاول نوصل معهم لحل وسط لا مش هتفاوض معهم أنا الضرائب اللي علي دفعتها على داير مليم وزي ما قلتلك أنا هروح للمسؤولين وأنا متأكد إنهم حينسفوني بعد كده بقى يضرابوا دماغهم في الحيط عدم الماغزة حمسوي بيه أنا لغاية دلوقتي مش فاهم انتو ديه دربكتو الدنيا كده على دماغي الحق فرق دا إحنا يا باشا ما صدقنا إنو يمشي تحت طوعكم وينفس كل اللي انتو بتقولوا عليه دي قرصة ودنة بس عشان ما يضيقش زهرة زهرة؟ عدم الماغزة وإيه علاقة موضوع زهرة بإعلاقتكو بالحق فرق دي سياسة عولي يا منتصر لازم نعمل تبازم بين كل رجال الأعمال عشان كل واحد يمشي شهره أخي سنيشة باشا يعني في السؤال إياها زهرة تابعكم مش من حقك تسأل السؤال دا منتصر أنا آسفة باشا على السؤال يعني بس الحقيقة يعني أنا كان كل هدف إن إحنا هنهدي النفوس لأن الحق فرق يعني شاهد على آخر شاهد؟ هيعمل إيه يعني؟ دا من ناحية هيعمل هو عايز يواصل الحكاية لغد فوق فوق قوي هو قالك كده؟ مش قال يا باشا دا مصمم على كده الراجل دا مدقيقني قوي وبقى موزعج جدا على فكرة أنا عشان كده حمزاوي باشا بنصح يعني إنه كده خدوم السيدس انت تفاهمت معاه؟ عادت معاه وفاهمتوا إن إحنا ممكن نقصة موضوع الدرائب دا حياة باشا هو مصر المسدد كل اللي عليه وبصراحة برضو معرفتي بالحق فرج فأنا عارف إنه وطولهم راجل حقاني وماشي بما يورط الله طب هو عايز إيه؟ هو مش عايز أي حد يورسله طيب أنا بقول يعني نقصات المبلغ وبعد إنه بقى نعوضه له في حملية تانية أنا مش عايز منظرنا يبقى واعش قدام المسؤولين في المكافحة منتصر طب بيني وبينك كده حمزاوي بإيه؟ متاخذنيش يعني بصراحة الحق فرج عليه حاجة ما قولتلك قرصة ودن؟ أيوة قرصة ودن ما قلناش حاجة بس الخوف يعني إن الحق فرج يركب دماغه ويوصل إلى الموضوع اللي أبعد مما أنا تخيل ساعتك عارف طبعا إن الناس دي ما بتحبش حد يتصده ما هو ده دهورك بقى منتصر عايزك تقعد معاه شوية وتهديه وترسيه وتعقل وكده أنا مش نقص واجع دماغ كفاية علي صحف المعارضة وطولة لسانها ما أنا قلتلك دولناس يخافوا ما يختشوش هم ما فاهمين إيه؟ البلد خلاص ما فيهاش رجالة ما خلاص يا حاجة؟ الموضوع انتهى؟ لا يا حبيبة ما انتهاش ليه حاجة في إيه تاني؟ إيه بقى المشاريع دي اللي شغالة فاسة زهرة؟ ما لها هي وما للمأولات والمباني والأراضي؟ هي حرة حاجة؟ لا مش حرة الله دماغة طب أنا كمان عايز أخش في الماغة دي وانت محتاجة حاجة؟ يا سيد البحر يحب الزيادة بعدين ده بيزنس ايوا حاجة ما تأخذنيش يعني نسأل قانيم منك برضو شوية؟ طيب ما نفتح صفحة جديدة ونمشي مضبوط طيب حاجة نقصب شوية لقيت من النفوس تهدى؟ طيب شوف لأنت نفوس تهدى بكام؟ وانا رقابتي السدادة؟ ما كان بالأول حاجة؟ من الأول ده إيه؟ كنت عايزني كدر بمية وعشرين مليون جنيه؟ ما عرفش راحين فين؟ ثم ما مالهم بينا؟ بيتدخلوا لي بيني وبين مراتي؟ مراتك؟ أنا فيهم حاجة؟ زهرة يا منتصر ما كفاية بقى حاجة؟ كفاية حاجة بعد عن الشر وغنيله وخليها ركز في شغلنا؟ لا، ترخ سمنة يا منتصر سمنة قوي وبيض بيض دهب وعندي فلوسي أنا أولى بيها أنا أحاقي بيها بخل المحامي يعد علي بكرة شوية اهو بالنسبة للمحامي ده حاجة؟ أنا مش عارف اختفى فين كنت عايزه في موضوع كده سألت عليه قالوا لي سافر أسبوعين وحيارك وماله نستنى أسبوعين هي دنيا طارت سكرت تلاقيها مش عارفة عن مريتك؟ طيب أنا شو بدي ساوي؟ هقولك ابعت لها ميسج وشو بدي اكتب لها بالميسج؟ لا اتش ما نعرفيش تعملي حاجة لوحدك أبداً قوللها أنا حليمة وحايزك ترد علي ضروري ماشي يا الله قايا حليمة ازايك يا حبيبتي؟ وفاهمت أخبارها إيه؟ مش عايز قولك وحشتوني موت طبعاً أمي بتدعيليك كل ما بتجي هي وما جدا عندكم بتقولي أكلك وتحفى طبعاً خصوصاً أكلك أنت يا حبيبتي قولي يا حبيبتي أموريني بتقبري قلبي؟ مادام بتعرفي أنه أخي ماجد عايش ليش ما خبرتيني بهذا الخبر السعيد؟ مين اللي قالكي الكلام ده يا حليمة؟ انتي شفتي ماجد؟ متأكد أنه هو ماجد أخوكي؟ شفتي فين يا حليمة؟ مين دي ركعت معاه؟ بدك تعرفي مين هاللي كانت معه؟ ها؟ ليلا ايه؟ أنا بقلك مين هاللي كانت معه؟ بتكلمي مين يا حليمة؟ هاي هاي علو حليمة انت سمعاني؟ حليمة بقولك ميلكت معاه؟ زهرة يا نهاري كشود زهرة انت بتكلمي زهرة؟ اه 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 اصلها كانت عايزاتة مع تلواد عشان اخواته عايزين يلعبوا معاه؟ بقى كده لا والله فيكو الخير انا كمانشفت ماشى الـرفاين؟ δή اس ا 감انشفت ماشى الروحية انه كمانشفت ماشى مينة، نورا يعني ما جبت لهاش سيرت أخوكي؟ لا تقبرني ما جبت له سيره شلون يعني بدي جيب له سيره وانت قدت لي يلي شفته شبه معه جيد حليمة انت عارفة كويس قوي ان ما حبش حد يكذب علي قالت ايه فهيمة ما قلتش انا ما سمعتهاش جاب السير المرحوم خالص ولا سيرت نوال لا لاي حاج طب شوفوا بقى قصم انا عظم لو عرفت بعد كده ان واحدة فيكو اتكلمت مع زهرة ملهاشوا عاد في البيت ده فاهمين مالك يا زهرة زهرة شفت يا ناول لكن عندي حق في كل اللي قلته ايه اللي انت قلت يا حبابتي ماجد لسا عيش انا وايلا تاني يا زهرة تاني هنرجع للموضوع ده تاني وثالث ورابع انا حليمة اخته لسا قفلة ما عادت لي فون دلوقتي وقالتلك ايه قالتلي الناشبت ماجد اخوها ومع واحدة وما قلتلكيش مين دي ملاحقش يظهر فراج دخل عليها في قفلة السكة على طول طيب ما راحتش ليه وكلمتهم حصل لها زي ما حصل لي بالزبط اغمى عليها طيب ما يمكن يا حبابتي ده واحد شبهه زي اللي شفناه شرم الشيخ يعني كل ما نشوفه عليها نقول شبهه انا شفته وشبهه كمان اخته وشبهه والله يا زهرة انا مش عارفة اقولك ايه انا حاس ان ماجد قريب مني قوي وحسن لو دورت عليها حلقية هتلاقيه فين بس هتلاقيه فين في وسط الملايين دي كلها مش عارفة انا وان مش عارفة قلت لما هو موجود سامي ليه ومش عارف ان انا بحتاج له جدا هو ده اكبر دليل انه هو مش ماجد ده اكيد واحد شبهه هو اللي عامل اللغباتة جي كلها وبعدين يا حبيبتي ماجد بيحبك ده انا عمري ما شفت راجل بيحبه واحدة زي ما هو كان بيحبك انا شفته وقلت شبهه اخته كمان من لحمه ودمه وشفته بتقولي شابه هو الحكاية دي فيها سر وانا لازم اعرفه الموضوع في منطقة الخطورة يا حاج انا خايفة مراتك تشوفني تاني مع ماجد اعودي اعودي بس وهدي كده هدي نفسك ولك انه حصل حاجة انا نبهته على حليمة وفهيمة ما يكلموش زهرة خالص وانت عارفة ما يقدروش يخلفولي امر يا حج الموضوع بيكبر انا خايفة زهرة تشوفنا خلاص انت مش كنت عايزة سافر برا للقاهرة انا عندي فرعة في اسكندرية هشغالك فيه وجوزك برده هلقيلو شغلانا هناك عند واحد صاحبه المشكلة دلوقتي حسيب زهرة ازاي لازم يكون فيه سبب مقنع دي ممكن تشك فيه انا اقول لك تعملي ايه اهم حاجة انه زهرة تستغنى عني ولما امشي تقول برك يا جامح انت تعملي في شغلك تروع متاخرة طبعا هي تجي تشتجيري انا بقى هارزعك الاسفين التماغ تفتكر كده هتستغنى عني اه وتكسر ورك زيك انا انتعرف ازهرة في شغلها معندها شام مرحوميني اهم حاجة لما سافر الاقي مزيفة مجد جاهزة نعيب انا مجهز كلها انا ما انت وريني انت لقيكي شغل ازاي واحد من العمل عند شركة هنانك يا براجل ده ميقولش ازهرة لا انا بنبهها علي بس طبعا يا بشمهندس انت عارف ان السافر ده محتاج مصاريف وعافش وسكن انا احديكي مبلغ كويس تماشي نفسي بدي بقولك ايه اكبر مجد كم ازهرتش عليها